الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سأل يقول هل صحيح يحرم على الرجل أن يلبس الأحمر هذا السؤال طويها علي كثيرا وأنا في البداية ما كنتش عاطل أهمية أنا ما كنتش على بالي باللي يترن كوكايل يفتي هذا الفتوى ويقولوا للناس حرام تلبس الأحمر حتى وحد النهار البست قميص أحمر كما العادة عادي قميص أحمر ودأت حلقة فلما دأت حلقة جمعت أبو خليطة هذا ما يا ودي بعتولي العجب حرام عليك ولا يجوز ورسول صلى الله عليه وسلم حرام لباس الأحمر هذه الباشل تمت فطنت باللي حقيقة وكي لو يفتيها وكي لو يتبع فيها وكي لو يحرم على الناس لباس الأحمر وهذه كلها فتوى باطلة لا أسس لها روى النسائي في سننه روى النسائي في سننه عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة إلى شحمة أذنيه لقد رأيته أسمع رأيته شاف بعينه هذا صحابي لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيته أحسن منه هذا صحابي رضي الله عنه يوصف النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هو الجمال كله هو الجمال كله خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما أجمل منك لم تر قط عين وأفضل منك لم تلد النساء النبي عليه الصلاة والسلام الجمال كله يقول هذا الصحابي رضي الله عنه يقول لقد رأيته في حلة حلة لباس حمراء ما رأيته أحسن منه هذا النبي عليه الصلاة والسلام البس لباس أحمر عادي يجوز الناس هدو اليوم يشتكيوا يقول لك دبدبون واحد يبس كنيح البسكو السيم حمر يقول له حرام لا خلق يبس كندور حمر يقول له حرام جاكيت حمر حرام ما رأيت خلق يجي الباب ولا عجاب ولا جبا ولا ملايا حمر حرام وين هذه وين هذه تقول الله يا ناس فتاة وما أنزل الله بها من سلطان حديث صحيح حديث صحيح نعم سائل يقول إذن يجوز أن تلبس الأحمر ولا شيء عليك الشريعة الإسلامية ما كانش عندها مشكل مع الألوان وإنما المشكل مع اللباس ما تكونش العورة تاعك مكشوفة ما يكونش اللباس مسروق فهمت ما يكونش هذاك القماش فيه كتابة محرمة فهمت كيفا لما رامت البشلم زيّر لي بيّن المفاتي انتحك أنها ما رايش لابسة الشريعة تكلمت في هذه القضايا لا تكلمتش اللون أزرق ولا أحمر ولا عسبونا الله ونعم الوكيل سائل يقول هل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على حلق شواربهم شوارب هنا بمعنى شلاغم ما يحلقوا شواربهم يعني ينحوا شواربهم كما قلوا في الدرجة الشوارب في اللغة يعني الشلاغم والشلاغم كما قلنا عدة مرات تنحي الزائد هذا الشلاغم ليطايحين على شواربك هذا الشعر ليطايح على شواربك تنحيه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحيه والصحابة كانوا ينحيه ما شيء يحفو شلاغمهم بحيث يريمكاش الشعر على شلاغمهم لا لا ينحيه هذا الشعر ليطايح زائد كي تأكل طعام تصيب الطعام راسك في شواربو يأكل بفمو ويأكل بشواربو هذك الصحابة كانوا ينحيه ولكي ما ينحو الشلاغمهم احنا بلاد الشلاغم بلاد الرجالة الراجل ما يجزلش يشبه بالنساء النبي عليه الصلاة والسلام واش يقول لعن الله رجال المتشبهين بالنساء كي ترح تحفف شلاغمك انا شفناهم شيوخة شيوخة زعماء هم ليعلموا الناس سنة هم حفف شلاغمه الامام مالك رضي الله عنه كان يعاقب كان عنده سجن حبس ليحفف شلاغمه يبقى الحبس وكان يقول انها مثلة مثلة اتعاقب عليها حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال واش قال رأيت خمسة خمسة رأيت خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم يقصون شواربهم ما معنى يقصون شواربهم ليست معناها يحفش لاغمهم لا لا يعني شوارب يعني الشعر الذي يسقط على الشارب هذا هو الشوارب الشعر الذي يسقط على الشارب يقصون شواربهم يقصون ولذلك قال يقصون ولم يقل يحفون لو قال يحفون معنتين حوها من الأصل الحفو ولكن القص هو الأخذ من الوسط الأخذ من الوسط هذا جليل على أنهم كانوا يأخذون من وسط الشعرة التي تسقط على الشارب رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم يعني يتركون لحاهم ما يحلقوش لحيتهم فهمتوها ويعفون لحاهم فرنسا فرنسا هذه فرنسا الاستعمارية الكافرة أسوأ أنواع الاستعمار في العالم كان الجندي لربي لحيته يخلي اللحيته يعطولو ثمانيا ضرورو ثمانيا ضرورو في فرنسا اذا راهم اذا راهم على جل لحيته على زعبابش الجندي يخلع العدو العدو هو المسلم فهمتو كيف العدو المسلم المسلم كان يدير لحيته تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافر يديرها على جلت من يضر ولذلك اللحيته المسلم كانت ترعب العدو حقيقة قديرها استنانا فيها بركة السنة والكافر يديرها على جلت من يضر رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفعونها يعني بالزعفران أبا أمامة الباهلي وعبد الله نعم أبا أمامة الباهلي أو يحكيش كونهما الخمسة أبا أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي يكرب الكندي واش يقول كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة الحمد لله هاو فاهمها كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة إذن ما تحفوش لاغمكم فرنسا سمعوني مليح كانت لما يقبضوا تزيريين يديروا لارام كما يقولوا لاراف ولا لارام ولاوش يسموها يرفضوا الشعب جزائري يدور واش يديرونهم يحفوهم شلاغمهم عقوبة هذا كزيري والله ما يخوش من دارو يدير هذه الأمامة على وجوه يقعد في دارو حتى ينظلوا شلاغمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة